اشتركوا في القناة امهات شهدائنا وامهات جرحانا يلي طبعا قدرت الامة السورية خلال فترة الحرب تكون ام والرجل بنفس الوقت بكتير من الاوقات بدنا نقول كمان الله يرحم شهدائنا اكيد تحية خاصة للمعلم السوري ايضا اللي قدر خلال هذا الوقت يثبت نفسه ومثل العادة بنحب نشكر كمان ببداية صباحنا مجموعة رحالة تجارية زهرتي قفتان على العبيات يلي عم يهتموا فيها باطلالاتنا طيلة الشهر الكريم وارجع اللي صبح عليك عن جديد عفاف واكيد الامومة مسئولية كتير كبيرة صحيح وانتي ممكن من الامهات العاملات والامهات الصغار قدي للامومة شي كبير وشي مهم والله لا يحرم حدا من نعمة الامومة طبعا اكيد وكمان ما يحرمك يا سلمة صباح الخير يا وجه الخير يا امي ويا كل الام ضحت حتى يكونوا لادا بخير وجاعت حتى يكونوا شبعانين وسهرت حتى يناموا وتعبت لحتى يرتاحوا كل من اليوم قادرة تثبت لنفسها انه هي السند وهي القوة وهي الحياة وهي السلام وهي الحب وهي كل الدنيا وبس لنفسها لأولادا كمان ولكل المجتمع اليوم كل الامهات كل عام وانتوا بألف خير واكيد نكملين معكم صباحنا وفقرات اكيد متنوعة ورح نحكي فيها اكيد بها المناسبة بـ 21 أزار بعيد الامة نحتفي فيه وعيد المعلم كل عام واكيد كل المعلمين والمعلمات بألف خير ورح ننتقل لفاصل صغير ونكمل صباحنا معكم لحروح لأولى محطاتنا عفاف فدائما بنقول الأم والمعلم هنين وجهان لأيقونة وحدة رمز العطاء بحياتنا هنين الاثنين يقدروا يبنوا الإنسان ويكونوا ويساهموا طبعا بتكوين شخصيتنا من أول مخلقنا لليوم رح نروح ونشوف مع كاميرا الإخبارية شو قدرت ترصد بعض الذكريات عن الأم والمعلم خلينا نتابع بالتقرير التالي في عندي أنسة بديعة أنستي بالابتداء كانت مثل علي هي أنسة بديعة قدوة كانت لكل المعلمات مثل الأم التي كانت الله يوفقها ويحميها ويحمي أولادها أنسة كانت بكل معنى الكلمة كانت لما تعطي الدرس لأنه كانت تعطي الضمير بناسبة عيد المعلم عيد كل المعلمين اللي جاهدوا ووصلوا في تعليم بها محافظة لحسكة أحب عيد أنستي أنا بالذات الأنست الرياضيات الابتدائي وأشكرها لجهودها لأنه كانت تقدم شيء تتعب على التعليم وكانت أفضل أنسة بالنسبة إلي وأحب أقول لهم استمروا وإن شاء الله كل سنة وأنتوا سالمين وسوريا بخير أحب عيد الأنست سلافا أنستنا بالمرحلة الإعدادية والثانوية على أخلاصها بالأعطاء كانت بمثابة الأم والأخت وشكرا لجهود أول شيء أحب عيد على والدتي وأحب وتبقى ذكراها المعلمتي أنسة فطينة هي ما كانت بس معلمة كانت مربية وأم الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة أتمنى لو كانت موجودة وكنت أحب أن أقولها كل عام وأنت بخير أنسة درستني هي الأنسة وأم سليمان بالثانوية الزراعية بالميادين يعني كانت كان أعطاها فعلا نابع من القلب وخرجت جيل بل فعل كان ناجح والأمنية اللي حققتها أنا أنه أنا كنت من الأوائل المتميزين ولولا جهود هؤلاء المعلمين ومثالهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إلىه الآن وإن شاء الله أتمنى على التوفيق إذا كانت عالشا أتمنى لها طول تلعمر إذا كانت متوفية إن شاء الله يتولها برحمته بعد انقطاع دام أكثر من 15 عام في أنسة بالصف الثاني درستني أنسة كيندة طبعا يوميتها جبت ومرتبة أولى وهدتني هدية ولحد الآن كل عيد معلم كل عيدهاي أطلعها وأذكرها بالصف الثاني أنا إذا تشوفني أشكر شي جزئي للشكر كان في أنسة بصف الثالث درستني لأنسة سعاد الله يذكرها بالخير طبعا إذا كانت طيبة الله ينطيها طولة العمر وإذا كانت متوفية فالله يرحمها هذه الأنسة كانت من الأنسات التي عاملتنا كأم وكانت تنصحنا دائما عكس خارج من طاقة التدريس يعني بالحياة الاجتماعية والحياة العملية مع أنه كنا لستاتنا بطلعة جديدة يعني بصف الثالث لستاتنا أطفال بس لحد الآن بحكم وأمثال مترسخة بذهني لهاي اللحظة وأنا ماشي عليها طبعا مشاهدينا سلمة بتعرفي أن الأمومة هي مو بس عاطفة بتغلي في حياتنا لحتى تكون هي الحماية لكل العمر والقوة لحتى نقدر نواجه مصاعب الحياة الأمومة مسؤولية عم تصنع فيها السيدة إنسان ليكون مراية لجهدها وتربطها ضمن مجتمعه ومحيطه وبإخلاق ومبادئ ونجاح كمان وكاميرا الإخبارية بين الناس بمحافظتي اللاتقية والسويداء رصدت معايداتهم لأمهاتهم ورح نتابع سواء ضمنها التقرير الأمهات كل سنة هني سالمين هني الدنيا كلها والله يخلي أميات العالم كلها والله يرحم للي توفت أمه لأنه الأم هي بتمثل الوطن إن شاء الله كل عام أمهات الجميع بألف خير وتنعيد عليكم بالصحة والسلامة ويطول بعمر الجميع ويخلينا ياكم ويخلي هالبلد ويخلي هالشباب جميع يعني بقول إن شاء الله هيك الله يطول بعمر أميات الجميع وإن شاء الله هايك الله يكون مع هالعباد هذول تاج على رأسنا هذول يعني الرسالة كلها تقلهم إنه كل عام هني بخير وإن شاء الله هيك كل شي حلو بتمنى لهم أقلهم كل سنة هني سالمين كل أمهات العالم وإن شاء الله بتنعاد عليها مئة سنة هي عليها وعلى أولادها يعني كل أمرأة عظيمة أكيد يعني الجنة تحتها دائما الأمهات وكل عام هني بألف خير يا رب كل عام هني بخير إن شاء الله سنتي جاي كون عليهم أحسن من هالسنة قل لأمي كل عام وإن شاء الله بألف خير وكل عام سوريا بألف خير وجمال الأمهات بألف خير يعني عاد عليكني يا رب بعيد ماما بقل لأمه أنت بخير وبقول لأ الله خليلي إياك وبتعشفه وقراسين بداية بحب وجه تحية إلى أمي وكل أمهات السوريات لأنجبت الأبطال سواء أبطال الجيش العربي السوري أو أبطال الجيش الأبيض الموجود في المشافي وبقول لأمي كل عام وإنت بخير يخليلي إياكي وتظلي فوق راسنا وبقول لأمنا سوريا الحبيبة نحن دائما موجودين ورح نعمر هذه البلد بالأمل وبالعمل مع السيد الرئيس دكتور بشار الأسد إن شاء الله كل عام وإنت بخير يا رب إن شاء الله بنعاد عليكن وعلى الجميع يا بطل ما تحب تقولي للأمهات والله الله يخليك للأمهات والله يخلي لنا إياكي وخلي كلها الشباب ويا رب تنصرها الجيش وقايدها الجيش والله يخلي لنا إياكي حبيبة قلبي عيني أنتو الله يخليك إن شاء الله كل عمون تسال من يا غالي إن شاء الله بنعاد عليكن وعلى الجميع إلهي اللي الله يرحمه ويجعل مسواها الجنة طيب شو بتحب تقليل كمان شتقت لك تقل وبتمنى تكون موجودة يعني معي بكل أعيان كل عام وكل أمهات العالم بألف خير وشاء الله ينعاد على الجميع بالخير والسعادة وبالصحة والعافية وعلى البلد كمان بدرجوا لكمان كل عام هي بخير والله يحميها والله يفرجها منها إن شاء الله بنرجع لعندها سالمين غالمين إن شاء الله كل عام ونتو بخير لكل أمهات سوريا لحنروح لأولى محطاتنا عفاف وبين جدران دافئة وأكيد رعاية وأخوة وحنان صور من صور الرعاية وصور الأمومة المميزة يلي طبعا قدرت أنه هي تجمع عدد من الأطفال مع بعضهم ضمن طبعا حدود SOS أكيد دايا سلمة وهون للأمومة معناها الحقيقي بأرقى صورها والإنسانية والمشرفة لعاطفة ورعاية وحنان الأم يلي بتمنحه الأم البديلة اليوم لأطفالها وفاقدي الرعاية لحتى ترسخ مقولة الأم هي التي تربيها واليوم رح نتعرف على السيدة رانيا حورية نموذج للأم البديلة والراعية داخل قرى الأطفال SOS سيصات صباحك وكل عام وأنت بخير وأنت بخير يا رب كل عام وأنت بخير وأنت بخير يا رب نعاد عليك خلينا نبلش ما حضرتك اليوم الأمومة مو بس عاطفة تخلق عند كل سيدة لما بتصير أم كمان الأمومة واجب ومسؤوليات ممكن حضرتك اخترتي أن أكوني بموقع دقيق وحساس جدا ليه اخترتي هذا الموقع هلا أول شي أنا كتير بحب الأطفال كتير بحب أتعامل مع الأطفال ومن زمان بيشتغل بجمعيات شي بيخص بأطفال وقد صار فرصة أني أنا قدم على SOS وكن بهذا المكان فأنا ما فكرت أبداً خدمت وصرت بين الفريق فلا حضرتك سيدة رانيا أنت أم لكتير من الأطفال وبرغم أنه أنت مانك متزوجة وما عندك أطفال كيف مثلاً تقدري أنه أنت تعطي كل هذا الكم العطاء ويعني فينا نطبق مقولة فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه هون طبعاً فاقد الشيء يعطيه يعني بوقت تكوني بهذا المجال بهذا المكان فعلاً تعرفي أنه أنت حتى لو مانك قادرة تعطي هذه العاطفة الأموم هذا الشيء كثير حلو بالمسبة لعائلة ومحقق وقت تشوفي نتائجه مع الأطفال فهو شيء كثير حلو أكيد يعني اليوم حضرتك خلينا نحكي شوي اليوم كيف بدأت دورك بهذا المهام كأم بديلة مع أطفال عدد كبير منهم نعرف بقرأ SOS تجمع عدد أطفال اللي نحرموا من رعاية نحرموا من الشعور أنه يكون إلون أم من أربع سنين أنا موجودة بالSOS بمنصب الأموم كيف توصفين لنا هذه التجربة؟ هذه التجربة كثير حلوة أنك فعلاً توصل هذه العاطفة حتى لو معنك أم حقيقية كيف تزرع هذه الخصصة؟ تشوفي نتائج الأطفال أو النتائج اللي أنك عم تشتغلي معهم للأطفال على أرض الواقع فهو كثير شيء شيء كثير حلو أكيد يعني خصوصاً هذه المهمة معنى سهلة أبداً الأم يعني الواحد بتقول مثلاً أنا ابني ممكن شوي مثلاً أتركه على راحته ولكن أنت مع فاقدي الرعاية اليوم بالممكن تحسي مسؤولية أكبر تجاهي المهمة كيف عم تقدري مثلاً نظمي بين أنه أنا بدي كون مسؤولة على هدون الأطفال أكتر من أنه حتى لو كان عندهم أم حقيقية أو أهل أنا عم انتباه عليهم أكتر طبعاً هلأ الدوري بيكون مضاعف هو بتصري جهد أكتر يعني مع هدون الأطفال وغير أنه أنت بالحال العادية بالبيت بتعطي هي الرعاية بتهتمي بتفاصيلهم بتبخي كل أمورهم بتكون موجودة من ساهم أكتر يعني بكون دورك أكتر بأنك تشتغلي معهم على الاندماج الاجتماعي يعني تدمجهم بالمجتمع لحتى بس يكونوا الأشخاص فعالين وترفعي مستوى وعيهم التعلميهم على تعززي الاستقلالية تبعت الولاد يشارك برأيه ويشارك بحل مشاكله نقوم بأنشطة مثلاً نروح نزور جزء من عائلتي أنه يصير في بيناتنا هذا الخلق الرابط الأسري أنه بيناتهم فهو عم يعمل الكثير شي حلو وتعززي قيم مجتمعية فيه رح حتى يطلع شوي فعال المجتمع ترفعي مستوى وعيهم أكيد الأم اليوم مهمة كثير صعبة يقولنا بالبداية إلى مسؤوليات ودقة وحذر بالتعامل وخصوصاً اليوم حضرتك عم تتعاملي مع أعمار مختلفة عدد كبير من الأطفال سوف نحكي شوي اليوم كيف نمط حيات الأطفال الفاقدين الرعاية ضمن SOS نحكي عن أمر أنه في صعوبة بأنك أنت توازني توازني هذا البيت مثلاً أو تحافظه على استقراره فهذا بيتطلب أنه كمان جهد جهد أكتر مني أكيد أكيد مثل ما قالت مجهود صعب كتير أكيد بيتطلب جهد وبعدك تحافظه على تحافظه مكان على قداش لازم يتضل في صلة وصل بينك وبين الأطفال أكيد أكيد مضطرين أنه يواجهوه ضمن عائلة وضمن بيت ممكن يكونوا يعني في غيرة مثلاً إذا حباتي طفل أكتر من طفل مكان طفل تاني تحبي طفل أكتر لا ما فيك تحبي طفل أكتر ما فيك تحبي طفل أكتر يعني في غيرة هلق ممكن أنه يكون في حدب يقولك أنا ليش ما عملت لي هيك لا عملت هيك بس بالمجمل ما في أبداً ما فيك تميز ما فيك تميز أساساً يعني هذا الشيء الخلاق والإنساني اللي أنت عم تعملي فيه ما فيك تتعملي مع طفل النهاية كل طفل جاي من بيئة مختلفة من خبرات مختلفة من صدمات مختلفة أحياناً تكوني عم تقومي بدور الدعم وأحياناً لحالك تلاقي صعوبة أنه أنت ما فيك لحالك تقدمي تضطر بمحل أنه يعني تاخدي حدا خارجي خارج المنزل ومعندك داعمين في عندك أخصائي النفسي في عندك مدراء حالي أحياناً كمان في حالات تطرق أنك تعملي مع أو مو اضطرارياً بس ليكملوا عملية الدعم والرعاية أنه يكون عندك مساوة خدمة خارجية مثلاً حتى الكادر كله بـ SOS هو شريك بالرعاية والدعم صحيح طيب سترانيا خلينا نحكي شوي اليوم كمان الأطفال اللي موجودين تقريباً من أي سن بينقبلوا لأي سن بيضلوا ضمن SOS شو الرعاية اللي بيطلقوها إن كانوا رعاية تعليمية وأيضاً الرعاية الاجتماعية والنفسية تمام هلا الولاد اللي بيجوا لعنا ينفضل ما يكون أكتر من أربع سنين بيستقطبوهم بيكونوا ضمن أول شيء بيكون ببرنامج بالقرية القرية هي بتاخد الطفل من وقت بيجي لعنا حتى بيصير بعمر المراهقة لـ 12-14 سنين بعدين بيتأهل على برنامج تاني هو برنامج بيوت مجتمعية برنامج شباب بيكون ضمن كمان إدارة لحاله بيكون ضمن أسوس لحاله بعدين بعد الـ 18 بيضل الـ 18 بيطلع شيء شبه الاستقلال عبيوت شبه الاستقلال وبعدين بيطلع الاستقلال أكيد مرت خلال مسيرتك لحظات جداً مؤسرة وعلمت بذاكرتك وكان إلى وقع خاص بمسيرتك خلينا نتذكر شوي معك عن هاي اللحظة أو اللحظات اللي مرت ممكن ما بتمسيها مع هدون الأطفال هناك كثير تفاصيل بتمر فيها فعلاً خلال اليوم بتمر أكتر من تفسيري حلوي الشيء الحلو إنه عن جد بتصرتي شخص مسؤول أكتر بتكوني أنت عند أهلك بتكوني بتحسي بهالضخامة الأمور اللي بيكونوا أهلك عم يأمنوا لك إياها وقت اللي بتكوني أنت بتصيري بهذا الموقع وبتصيري أنت صاحبة الموقف هون بتصيري بتشوفي شغلات كتير حلوة كيف يعبروا عن مشاعرهم كيف الامتنان الشكر بتحسي إنه عن جد الرضا اللي بيعملو لك كياج جوا بداخلك إنه تحطي ممكن راسك عن مخدي إنه أنت عن جد مأنجزي ورضياني التفاصيل الحلوة اللي بيهتموا 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 بتعبك بيهتموا بهاي التفاصيل أنا عندي طفلي صغيرة إنه كل يوم بس تجي مروضة لازم تجيب لي وردي معها لو كان أي شيء هي عبارة عن وردي أو أي شيء أخضر أو نبت بتقطفها فهي بتجي كل يوم بننتظر هذا الوقت فهو عن جد بيعمل هيك سعادي بيدي بيت عنا إنه بس تجي إنه بتجي بدي هاي الوردة خلاص إنه نحنا بنعمل الحفلة إنه صاروا بننتظر كل يوم لحتى تجي بهذا الوقت لحتى نعمل هذا شو حلوة المشاعر هذا الحفل حلوة المشاعر هلا يمكن الأم العادية اللي أولاد بيقلوا لها مثلا أنت بتحبي ابنك الكبير أكتر أو ابنك الصغير بس بالحالة نحنا عم نحكي فيها الأم اللي بتكون أم عم ترعى أطفال كتير فاقدين ورعاية ما فيها تميز حدا عن حدا الكل بدون يكونوا بنفس السواسية وما عندها ابن كبير وابن صغير وابن وسطاني كلهم بنفس المجال هادي يمكن هو صعوبة أيضا من صعوبات هاي المهمة طبعا هي صعوبة لأنه أنا بادي كتشتغلي نحنا كل الطفل بيجي لعنا في عنده خطة محددة انك تشتغلي فيها في عنده احتياج محدد لحتى انك تشتغلي فيه لهيك ما فيك اتميزك بس فيك انت بس حسب كل طفل شو هو عنده احتياج نحنا نشتغل عليه لحتى بس نرفع مستوى وعيه نحصونه بس لحتى يطلع على المشتمع أكيد أكيد بالخيطانة بدنا نرجع نعيدك سيدة حورية وكل عام وانت بألف خير كنت معنا اليوم سيدة رانيا حورية وأكيد انت المعنى الحقيقي للأم البديلة وفقدة الرعاية شكرا لك شكرا لك من عاد عليك بكل خير أكيد عفاف مكملين بحلقتنا الخاصة اليوم والمميزة اللي عم نحكي فيها طبعا عن أيقونتين بحياة كل إنسان الأم والمعلم واليوم نحنا عم نحتفي برمز العطاء بحياتنا لازم نكون أيضا مع سيدة خاصة ومميزة جدا وتجربتها كبيرة واليوم رح نتعرف عليها وبصرنا طبعا أنها تكون شركة صباحنا لليوم اليوم معنا أول نقيبة للمعلمين بسوريا بدأت هذه المهمة عام 1985 واستمرت فيها لعام 1989 وطبعا يا سلمة هذه التجربة مناحتها لسيدة اليوم قاعدة تربوية وانطلقت منها إلى إدارة الأعمال اللي درستها بحيث دمجت ما بين ما نهلته من علوم التربية وإدارة الأعمال فانشأت مركز الأعمال الوطني الذي يقدم خدمات تدريبية علمية وتخصصية لدعم سوق العمل السوري بإخبارات حديثة وبالتطلب السوق اليوم وهي بقية المربية التي تسعى إلى احتضان طاقات الشباب وتوظيفها لتنمية مجالات متنوعة وعن تجربة أيضا غنية أكيد يسعدنا اليوم ضمن صباحنا الخاص بأن تكون معنا الدكتورة فريال رسلان أول نقيبة للمعلمين في سوريا ورئيس مركز الأعمال الوطني كل عام وانتي بخير شكرا شكرا لتقديمكم بها المناسبة بدي أول المعلمين للأمهات كل سنة وانتوا خير كل سنة وانتوا فوق معنا ما تتركون علي خلي أمهاتكم عندكم أمهات أكيد علي خليهم هيدا أمشي وكل شي موجود عما يشوفنا على التلفزيون منقل لهم صباح الخير وكل سنة وانتوا سالمين نعاد عليك ويسعد صباحك عن جديد يعني يمكن حضرتك أنت بوقت صعب كتير كانت السيدة فيه عم تثبت نفسها بالمجتمع وقد هي قادرة أنها تكون أم عاملة ومربية وبنفس الوقت صاحبة خبرة طويلة يعني بهذا المجال حضرتك بدأتي كنت أول نقيبة للمعلمين بسوريا اللقب بحد ذاته صعب وقليل حتى نشوف سيدات إلى الآن يعني من وقت ما كنتي حضرتك إلى الآن ما كتير نال هذا اللقب سيدات خلينا نحكي عن هاي المكانة وهي المهمة اللي قدتيها وصولي نقيبة العلمين ما كان عن عباد يعني بلشت بالعمل لنقابي كنت مديرة سانوية وانتخذت بالشعب النقابي أمي الشعب النقابي بعدين طلت لفرع دمشق واخدت عدة مكاتب فيه وبعدين نقبت معلمين دمشق بعدين انتخبت للمكتب التنفيذي انتخاب كلها كانت عنها انتخابات وديمقراطية يعني ما فيت عينات بالأخيرها أما كانت كلها انتخابة انتخبت بالمكتب التنفيذي ونقبت معلمين استلمت عدة مكاتب فيه سابقانا اخدت التربية بعدين العلاقات الخارجية بعدين التنظيم بعدين نقبت المعلمين يعني ما اجي تلك يعني دوري وهيك لا كنت انا كنت دقوبة يعني انت وقت بتحبي الشغلة بتغرم فيها بتلاقيها المعلمين ما في افضل منهم المعلم اذا كان متضايق بيجي لعندك بعد فترة بتعدي معه بيعتذر بيفهم الشغلة ما عنده اثنين المعلمين ما في كادة المعلم ان يكونه رسولة والا المعلمين رسل ما فينا نقول الا هيك هني الرسل علم معرفة ثقافة المعلم ما بس بيعلم بيربي بثقف في عنده وبيعلم ثلاث مهمات التعليم والتربية والثقافة لما بيقلك خدي كتاب قري يعني عما يثقفك لما بينصحك عما يربي وبنفس الوقت عم يعطيك كتاب أو هلأ تغير بالطبع صار فيه تكنولوجيا بس بيبقى الكتاب الشغلة ثانية انا بالنسبة الكتاب كتير مهم لانه الكتاب هي الشغلة بتقدري تقريها واذا نشيت الشي بترجعي له مادة ما بتقدني بتلك كتير حلوة نعتمد عليها بيبقى الكتاب الشغلة ثانية فأنا بالنصح المعلمين يعني هالجيل يقرف القراءة شغلين غذاء للروع وللعقل ولكل الشي يعني اليوم أنصي في ريال أنتي من مدام أنصي نحن ننقلك مست اليوم أنا جدة لأني اليوم أكيد أنتي معلمة بزاكرة كتير طلاب مثل ما نحن بجيلنا مثلاً في معلمة هيك ضلت معلمة بزاكرتنا ومنحبها كتير من طريقة القاءة للدرس وشرحه وتوضيحه لإلنا اليوم من خلال مسيرتك أنتي كان قريبة للمعلمين وكنت معلمة بنفس الوقت كيف بتلخصي من مسيرتك بهذه الفترة؟ أنا ببداية درست رياضة كنت معلمت رياضة وأنا عم بعلم رياضة درست جامعة تخرجت من الجامعة لما تخرجت من الجامعة أنا جوان سيناء أولا جامعة طبعا كان جابت طبي ولاد وقفت حمل لي وما تخرجت من الجامعة بس كنت مدير الثانوية وضعت مدير الثانوية كانت بالرياضة تعرفي علاقة مرح وكذا وبطولات أنا بذكر بسانوية شه بندر الله يرحمها المديرة وقفت وجابت عشر كقوس قالت لي أول مرة مدرستة بتاخد عشر كقوس ووزعنا الكقوس وميداليات أنا طلبت منها ميداليات للطالبات بس اتفاجأت كان جايبت لي ميدالية قالت لهم شايفة كل شي جايبت لهم مدرسكم ما حكتش وي رقدت فيكم بس أنا بدون هي ما تعرف أنا ما بحبها الشغلات جبت لها ميدالية ولا لا أنا محتظفة فيها إنه نحنا جبنا بطولات دائما بحب دائما كنت أشتغل ذا باست الأفضل يعني شو مكو بكون طالباتي لذلك نشأت علاقات بيني وبينهم حلوة بعدين بس خرجت من الجامعة ما صرت مدير الثانوية يعني درست لتشهر وروح مدير الثانوية كانت إدارة الثانوية ليس أمر سهل بس أنا نشيطة رياضية تعرف الرياضي الرياضي نشيط متواضعة بساطة هذا كله وروح مدير الثانوية بمنطقة ركن الدين ما كان الأمر سهل لأنه كان فيه جبال وكان فيه مزيج من المحافظات كلها وكان فيه تفاوض أنا كردية وهي شركة سية وهي مدير مني تعرفي هاي الأمور بين الطالبات ما كانت أمر سهل وكان فيه فقر وبالتالي قدرت أنا بوجودي سنوات المدرسة غير هلأ فيه كثير يمكن يكونوا عم يسمعوني أحد طالباتي صارت عدود قيادة قطرية الوحدة ثلاثة أربعة عشرة صاروا طالبات جامعة فيه منهم سافروا لبره ورجعوا صديقاتي فيه منهم هلأ بالسعودية أديبة بتراسلني دائما بتفرجيني كتاباتها وأنا سعيدة فيها فيه الأخرى صديقة بتزوري دائما كثير بحبها وأنا مثل أم إلا أحيانا تستشيرني هي بتحمل الأدب الفرنسي وبتحكي ست لغات ستة غير والتتكلم الفرنسية باللهجات يعني فيه لهجات بالفرنسية بتتكلمها يعني حالياً هوني موجودة بالدرس فأنا وكلهم بزوروني وصحاباً فيه صديقات ما بقيت أنه أنا أنا مديرة ولا معلمة لا أنا صديقة إلى هنا هذا رصيد حضرتك دكتورة وأستاذة كبيرة بنفتخر فيك ولكن شوي هيك رجعتك شوي بالزمن الورى للطلاب يلي كانوا يقولوا لك أمسة ولحد معلمة فيهن يعني أكيد شأنك كبير ودكتورة بس يعني هدون طلابك كانوا هيك مثل أولادك بشوفوكي بيضل هيك براسهم الأمسة في ريال نعم صحيح أنت مدافع عن حركة نكتورة لأنسة برافا لا حلو أنا بحب النقاش نعم طبعاً لأنه هيك نحنا لحد هلأ مزروعة بذاكرتنا كلمة لأنسة كلمة أنسة وأنا سعيدة فيها أنا بحبها كثير ما زعلتي منك لا يوجد حل من التعليم التعليم تواصل التعليم تواصل دائم تعرفي على الناس مشوفيها بالسعادية أنا بحكي لكم حادثة صارت أنا في صبيت كان صف عاشر أو كذا ما بأتذكر يعني السنة اللي هي فيها هاي الصبية رسبت أول سنة مشاء اللغة العربية السنة الثانية إجينا لقينا بدا ترسب هاي إلى خالي مرت أب فأنا جبت مدرسة لغة العربية وترجيتها إنه هاي إذا معطيناها علامات ورجعناها خلاص راحت أمنا وفعلا هالصبية جبناها فهمنا وإنا لابدت درسي راح نجحيك بس على شرط تعرفي شو صارت ودرسة لغة عربية شوفوا تستاعدين الناس يعني أكيد أكيد يعني هذا بتدلي علاقاتك يعني حلو أنا بكون ماشية بالطريقة حتى زملائي بنقابة معلمين بالشعب النقابية وكذا بكون أنا ماشية اللي قانسي قانسي مين هدا من قانسي هاي العلاقات اللي بتخلق أصلا بين اللي خليني يقول المعلمة اللي هي بمسابة الأم وكل الكادر اللي موجود إن كان الكادر التعليمي وإن كان أبناءهم وطلاب نحنا لهيك بنقول دائما لما بنحكي عن وزارة التربية والتعليم بنقول هي تربية بالبداية قبل ما يكون تعليم لأنه هي البيت الثاني اللي بيدخل عليه أبناءنا مو بس أمهم بتربيهم مدرسهم بتربيهم للأسف هلأ صارت فيه يمكن شوية صعوبات بهذا الجيل مع صورة التكنولوجيا ولكن مع هيك بدي أرجع لتجربتك الشخصية حضرتك ما بس كنت متميزة وسيدة قائدة بالمسار التربوي أنت أخذت تجربتك الشخصية إن كان بالإدارة الدرستية والتربية وعملتي مؤسسة طوالنا بالشباب وبالجانب الثقافي للشباب والتربوي والمركز الوطني للأعمال وهو مشروع مهم جدا خلينا نحكي عن هذا المشروع شوي فكرته كيف بدأت وأهمية هذا المشروع أيضا أنا بدي حط فيه نقطة فاصلة بس اتفضلي أنا يوم ما تركت النقاط مع علمين استقلت استقلت قلت أنا أعطيت كتير حاجتي غيرت استقلت وأعطيت درست من أول جديد أنت اخترت أن تأخذي مجال تاني بمجالك المهني أبدا رحت مجال تاني درست بيزنس وفتحت مكتب هالمكتب كان مختص بالموارد البشرية ومختص بالتدريب كنت بالموارد البشرية درب ووظف وظف داخل سوريا وخارج سوريا لأني أخذ شهادة بالبزنس كنت وكيل الشركات ظلت هيك لألفين وطنعش بالألفين وطنعش وقف شغلي طيب أنا ست ما بقدر أعد بدون شغل قعدت فترة وبعدين فكرت أعمل شيء قلت أفتح مركز يعني رجعت لجزوري للتعليم المركز كان تسميته مركز الأعمال الوطني مو سهل يوم أنا اخترت الاسم تتعرف كان في اعتراض وقت رحت عم بدي رخصة وطلع اسمه شو مركز الأعمال الوطني؟ هذا الاسم للحكومة للدولة قلت له لا شو أنا مواطنة وبعدين أنا هذا الوطن قلنا كلنا بدي نسميه مركز الأعمال وأصريت سميته مركز الأعمال الوطني الشغلة الثانية كان الهدف إنه هالجيل بالحرب بلشية الحرب شو بحتياجاته؟ دائما شعارنا لازم يكون المشتمع شو بحاجة؟ شو بحاجة؟ ما بدر بالحرب تعملي دورات بدك إياها شو بحاجة؟ كان بحاجة لشغلة أساسية اللي هي الدفاع المدني والاسعافات الأولية انتو بتعرفو كان القذائف عم تجي عمدينة دمشق وفي ناس عم تموت في ناس ما عم تعرف تنقوذ فأول ما تبنيت تصور الشرطة رحت عوزير الداخلية قلت له بدي درب الكوادر اللي عندها جبت كوادر المجاني هذا هذا كله تدريب مجاني ما في شي جبت كوادر الشرطة ودربتها بالكامل الإسعافات الأولية وبعض ذقات المهارات التمريضية قديش هذا الشي مهم اليوم نحن يعني عم نخوض هيك بيمكن موضوع مهم جدا ولكن كمان بنفس الوقت ما فينا ننسى دور هذا كله اللي انت اشتغلت فيه فيه من جواتك مو بس معلمة في أم كانت عم تقود هذا الشي واليوم بدي أرجع متل ما قلت بالبداية تحية للأم السورية ولكل أمهات الشهداء يلي بيفضلوا نحن اليوم مستمرين وقادرين نعيش حياتنا صح نحن عايشين بأمان بس ما ننسى التضحيات اللي وصلتنا أكيد لهم صحيح يا عفاف صحيح سلمة وأكيد من ننوع شوي على حياتك الشخصية سيدة فريال كيف اليوم قدرتي تخلقي هذا التوازن بين تحقيقك لكثير مشاريع وملامستك لقضايا جدا مهمة وحساسة عند الشباب حياتك هون اليوم قدي فيه مشاريع ممكن حققتيها ولسه بتطمحي يتحققي شي منها وفيه أهداف لسه بتدكياها هكذا كولك شوفي أنا أم أكيد لما جبت ابني وكنت سينة أولى جامعة بعدها زوجتني أولى جامعة وجبت ابني ما كان سهل إنو أنا تابع دراستي وبنفس الوقت خلال متابعة الدراسة أنا ربي فوجحت فيها يعني أنا بتذكر كنت حط ابني هون وحماسكي الكتاب وأنا عم بعمل له هيك حتى وقت نقامل نقنامهم حطوا بالتخط ظل أنا عم بعمل هيك ريكبي لأنه أنا حس أنا كأنه لسه ابني معي طبع تابعتهم بهذه بصر للظروف أنا ممكن قد يكون أحسن من غيرها كان عندي أم حنين كتير ساعدك بتربية أولادي هاي هاي الأم شفتك هاي أمي صحيح صحيح مثل باقية الأمات شوفك مشغولة طعبان وهي قادرة هي بتساعدك بأولادك فهذا خلاني يكمل دراستي وساعدني بتربية أولادي دائماً أسرق يتداعم يعني يا بتخلي إنسان يتقدم بحياته صحيح صحيح أكيد ونحن اليوم يعني ما يعني هيك من أول ما قرينا بالحلقة إنو حضرتك معنا نحن فخورين إنو أنت يكون معنا اليوم شاركتينا هالصباح نتمنى أكيد طبعاً نحن اليوم عم نعرض نمازج مختلفة للأم بكل مجالات وأيضاً للمعلم بدنا نتشكر وجودك معنا شكراً أكيد يا أبي جديد لدي خمس حفيظات وحفيظة ما شاء الله الله يخليلك ياهون وتشوفي أولادهم كمان الله يسلمكم ويخليكم وهيكي أنت كمان هيكي أشوفكم منورين دائماً وعم تعطوا لهم البلد وعم تعطوا أهلكم شكراً وخليلكم أمهاتكم جداتكم كمان نتمنى لإلك نزيد من التقدم والنجاح كل عام وأنت بألف خير أهلا وسحك فيك شكراً إليك سرقناك اليوم شوي من العائلة لحتى نشارك مع أكيد كل السوريين هاي التجربة الفريدة شكراً إليك شكراً لكم شكراً لكم أما هلأ عفاف كمان بما أنه كنا مع أم ومربية ومعلمة أيضاً لحروح أيضاً لمعايضات خاصة من لكل المعلمات وأيضاً بخصوص من المعلمات بمحافظة اللاذقية خلينا نتابع التقرير ونرجع كل عام وهني بألف خير وعن جادي سلم دياتي أنا بحب أن تشكر كل أساتي لك عانوا معي بمسيرتي بالدراسة وهيك إن شاء الله بيكونوا بخير ويريد كل يوم يكون فيه معلم المعلم يعني هو صانع الأجيال المستقبل أو بنات الأجيال كما قال القائد خالد حفظ الأسات والتعليم والتربية هم أساس نهوض أي وطن في العالم لأنهم هم السياج الواعي والسياج الأخلاقي لأي مجتمع بالعالم أكبر رسالة أنه هو معلم وعيده اليوم أنها تزفي ووالله يباري بكل معلمي المعلم أرقى إنسان فينا نقول عنه هو مدرس لكل مهنة تتخرج من تحت دياته هو أب للمهندس للطبيب للمحامي فرب يعطيه القوة والصحة من قلو كل عام وأنت بخير لكل معلم موجود بسوريا الحبيب لأنه المعلمين مثل ما بنعرف هم بنات الأجيال بنات الوطن والله يعطينا العافية وإن شاء الله بتكون الرسالة السامية اللي عم يقدموها لطلابنا فيما بعد بتلاقي النتائج الكويسية والمنحة بكل القم للمعلم وفيه التوجي لك هذا المعلم أن يكون رسولة المعلم كماتين يعتبر أو الأستاذ أو الأنسة مثل الأهل يعني مثل الأهل بربوا بيت كمان هني بربوا بالمدرسة اللي ندور تاني اللي كل الشكر والاحترام كمان هني ندور علينا بفضل بشكل عم نوصل لأي شيء كان دراسة أو نجاح بحياتنا كمان اللي ينفضل علينا تعبوا كثير على ولادنا ومنقدر لنا هذا التعب بارك الله فيهن كل عام وإننا بخير إن شاء الله بينعاند عليهم بالصحة والسلامة يا رب كل عام هم المعلمين بألف خير وهم بنات الأجيال اللي صنعوا المهندس والطبيب والمحامي وهم الأساس بها المجتمع ويا رب يخليننا إياهم ويدوا رسالتهم على أكمل وجه بحب عيد على كل المعلمين بسوريا بمناسبة يوم المعلم وخاصة أنهم صمدوا خلال سنوات الحرب وأنهم دور كبير بالصمود هذه البلاد وكل عام هم بخير إن شاء الله كل عام هم بخير وإن شاء الله بالنجاح من سنة لسنة يبدلوا الجهد والعمل اليوم أدي حلو أنه توهب الحب والحنان دون انتظار مقابل يا سلم صحيح وهذه هي سفة الأمومة تماما أنه توهب الحب والحنان دون أنه تنتظر مقابل وتوهب الحياة للآخرين دون أنه تنتظر منهم شيء هي عطفة بحد ذاتها لا يمكن أنه حدا يفهم اليوم إلا الأنثة اللي أنجبتها ومن بعدها وهو الحياة لعائلتها أمهات وقامات بحياتنا اليوم رصدتهم كاميرا الإخبارية ورح نشوفهم ضمن التقرير التالي أمهات سيدات قامت في مواقع العمل هنا في الهذقية شقائق للرجال أنا أم بالبيت وأم هون كمان للأطفال الجدد اللي عميجوا بحكم عملي كقابلي الأم هي شغلة كبيرة كلمة كبيرة بتعني الوطن بتعني الحنانة بتعني الإخلاص بتعني كل شي حلو بالكون أنا فقط ابن 21 آزار بعيدة الأم وحيدة ما عندي غيره راح نفعنا الوطن بحب عملي رغم إنه صعب بحب عملي وأنا كأم لثلاث أطفال أنا معاقة ومضطرة أشتغل مسافة بعيدة عن بيتي عن الفرن بس لذلك أبضحي نشان أولادي بنعيد كل شي في أمهات وبعيد حالي حتى أنه أقبالي 100 سنة يا رب وإن شاء الله رئيسنا وزوجته وبقالي بخير يا رب أنا راح موجه رسالي لكل الأمهات السوريات بشكل عام يعني وبقال له إن شاء الله كل عام وأنتوا بقالي بخير ونحن النساء السوريات حصريا مكافحات منحب بيتنا ومنحب أولادنا وأسرنا ومنحب وطننا يعني بعيد كل الأمهات والله يرحم الأمي ورحم كل الأمهات وخلي كل الأمهات الشهداء والله يرحم أولادهم يعني يصبرهم يا رب عطاء مستمر لملائكة الرحمة عبر لمسة شفاء للأماني كثير شي صعب أن الواحد بهيك يوم يكون ضمن ميدان العمال مثل ما بيقولوا ميدان حرب بالنسبة لأننا نحن بس شيء كثير عظيم أنه نحن قادرين نقدم للأمهات العناية بأطفالهم اللي هنوا ما قادرين يقدموهم بهذا اليوم هي حياة جميلة جدا أنك تقضيها مع أم جاب الطفل صغير وإنت أم فبتشعري فيها سلف فبتعطي من كل قلبك للأم الرعاية وللطفل الأم السورية أم مضحية كثير سند بمعنى الكلمة لبيتها لأولادها لزوجها لعائلتها لمجتمعها أنا هون بيوم عيد الأم أنا تركي بناتي بالبيت وعم أخدم هون أولاد لأننا تبرن مثل أولادنا نحن وهذا الشيء كثير بيحس روحيا بيحسسنا بسعادة ونحن مبسوطين كثير متمنى لكل أمهات إن شاء الله كل عام وهني بألف خير يا رب وينعاد على الجميع وإن شاء الله بالشفاء لكل الأطفال يا رب إن شاء الله كل سنة بتظلوا بخير الأمهات والجميع والنساء السورية بخير ويبعت للجميع ولا يحرم إنسان من الخلفة الصالحة والحمد لله هي بنتي اليوم والديت وصرت تاتي تاني مرة بنتي عندها صبي وجابت بنوتي بتجنن وفرحتي ما بعرف كي بدي عبرة في عيد الأم يتلعثم القول واللسان ليحضر قول كل عام وأنتي بألف ألف خير أكيد عفافتنا نشكر كل زملائنا المراسلين بالمحافظات السورية يلي عم بيكون جولة مهمة جدا من التقارير والمعايدات إن كان بعيد الأم وإن كان بعيد أيضا المعلم اليوم مستمرين بحلقتنا المتميزة 21 أدار هذا التاريخ اللي اليوم جمع عطائن مهمين جدا بحياتنا الأم والمعلم اليوم رح نحكي عن أيضا رمز للعطاء ومعلم بصورة مختلفة لأنه البيئة يلي عم بيعلم فيها أيضا مختلفة لأطفال لون عوالمهم الخاصة ومقديراتهم المتميزة يلي ممكن تصبح قوة فاعلة إذا ما تم استثمارها وأيضا العمل عليها ورعايتها بالشكل الصحيح ولما بنحكي عن هذا الشي بنحكي عن منظمة قدرت طبعا ترثخ هذا الهدف عبر سنوات وتكون رائدة بسوريا بهذا المجال وهي منظمة أمال لرعاية الأطفال طبعا سلمة ضيفتنا لليوم هي من المعلمين والمدربين المتخصصين ممكن نسخروا عطائنا واهتمامنا لبناء أطفال متميزين وقادرين على أن يكونوا مندمجين ضمن محيط وفاعلين أيضا خلال مسار حياتهم وتطورهم والمعلم اليوم مبسي اللي بيعطيه المعلومات المعلم الحقيقي من يمنح الأمل وبيبني وإنسان متمكن في بيته ومجتمعه ومحيطه أيضا واليوم رح نتعرف على صورة مختلفة للمعلم ودوره بإعادة بناء مقدرات الطفل ولحتى يكون في مساره الطبيعي ورح نتعرف أكثر اليوم كيف ممكن يتحقق هذا الهدف مع دفتنا السيدة ماري طعمة ومعلمة في المركز التربة وللإعاقة سماية في منظمة أمان ليسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير مساعد صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير أهلا وسهلا شكرا لكم أن تسمحوا لي عاية كل الأمهات والمعلمين والمعلمات بهذا اليوم اللي كتير حلو يوم العطاء شكرا كتير أهلا وسهلا فيك بساعة صباحك وأكيد تحية لكم ولكل الكادر التعليمي والتربوي بمنظمة أمال خلينا نبلج مع حضرتك اليوم التعليم هو مهنة سامية جدا وأيضا مهنة في دقة وحزر التعامل مع الأجيال بشكل عام كيف إذا عم نقول عم نحكي مع أطفال إلون عوالمون الخاصة مثل ما حكينا بالبداية خلينا نحكي عن دور دوركم بتنمية مواهبهم تنمية معارفهم دمجهم بالمجتمع أيضا هلا بدي أحكي بجزئية قبل ما أبدأ بحديثي أنا بمسيرتي المهنية كمعلمة اشتغلت مع أطفال ما في عندهم مشاكل وكمان اشتغلت مع أطفال اللي عندهم قدرات خاصة هلا رح نحكي عنهم فكتير بقدر نميز الفرق كيف لازم نتعامل مع بعض بشكل عام مهنة التعليم هي مهنة التربية غير أنه هي مهنة تعليم هي مهنة التربية وهي مهنة أنه بناء شخصية الإنساء الطفل أو ثقته بنفسه يعني نحنا بنعلم الطفل كيف يوسق بحاله كيف يقدر يفكر منشوف شو النقاط القويه عنده من ندور على قدراته الكامنة ومنطلعه ومنشوف شو نقاط الضعف ومنحاول أنه نحنا نسيطر عليها يعني فينا نقول أنه نحنا مثل البوصلة اللي فينا منرشود الطفل للمسار الطبيعي ومنتساعد نحنا ونأهل لحتى ونشتغل معهم لحتى يطلع الطفل بالنتيجة طفل فاعل ومندمج بشكل طبيعي بالمجتمع خلينا نعرف من حضرتك شو اللي بميز الكادر التأهيلي والتعليمي اليوم لحتى يقدر أو يعرف يتعامل مع الأطفال ذوي مقديرات الخاصة خلينا نقول هلا أكتير مهم أنه كل معلم أنه كل ياتنا نعرف أنه هذا المعلم عنده رسالة أنه يبني شخصية الطفل بنفسه يعلمه كيف يفكر لأنه كيف يفكر هي شغلة تتعلم مثلها مثل ما منعلمه التعليم الأكاديمي فالكادر بالمنظمة فيني يقول أنه يركز بنقطة أساسية على الشيء الموجود عنده الطفل ما مندور على الشغلات المفقودة عنده لأنه إذا دورنا على الشيء المفقود فهذا الشيء بمعناتها نحن رح يصاب المعلم بالأحباط والأهل بالأحباط نحن مندور على القدرات الموجودة عنده وما في طفل ما بيكون في عنده قدرات كاملة نحن دورنا الأساسي يمكن هو الدور الأكبر أنه نحن نركز على هذول القدرات ونقدر نضوي عليهم أكيد يعني لما يكون لحضرتك دور بحياة طفل لحتى تعود حياته مثل ما بيقولوا لمساره الطبيعي وتساعده أنه يرجع هيك من جديد مثله مثل باقي الأطفال دور كتير مهم إذا فينا نشاركك بعض من تجاربك الخاصة بهذا المجال كتير شي حلو وبيدعو للفخر أنه الواحد يكون عم يعمل شي بيلاقي نتيجته بعدين يعني فيني أذكر مثلا شغلة واحدة من الشغلات اللي صارت معنا فيه أم طلعت وبيحفل تخرج بنتا صارت تقول أنا بنتي مو بس صارت تحكي وتتعلم هي صارت توقف على المسرح وصارت تقدر تغني فهذا شعور كتير حلو يعني بيدعو للفخر وكتير بحس بالإنجاز العظيم وقت اللي واحدة من الأطفال اللي موجودين عندي ساعدناها وقفت على مسرح بيوم القراءة العالمي وقدمت قصة يعني شعور ما فيني إليك قدين إحنا مفخورين بهذا الإنجاز أي طفل بيوقف على مسرح ممكن يعمل حديث عفوي أي عمل بالنسبة لألنا هو شغلة كتير مميزة لألهم وخصوصاً اليوم التعامل مع الأطفال وخصوصاً زويل المقديرات الخاصة والأطفال التوحد كمان اليوم من خلال مسيرتك مع هدون الأطفال شو يلي كان مؤثر أكتر شي وشو يلي قدموا لك يا هنون ممكن يكونوا قدموا لك شي من خلال تعاملك معهم؟ بالنسبة للأطفال كل واحد منهم هو عبارة عن حالة خاصة فكل ما بتتعامل مع طفل فنحنا منكتسب خبرة جديدة ومنكتسب تجربة جديدة بالنسبة لألنا لأنه ما في طفل فيك تتعاملين على حسب الحالة تبعوا كل حدا منعامله بطريقة خاصة فأكيد صار في عنا كتير باع من التجارب والخبرات اللي نحنا استفدنا منهم بحياتنا حتى الخاصة أكيد يعني اليوم نحنا سعيدين بكل التجارب اللي قدرنا من خلال هاي الحلقة المميزة أنه هي تكون معنا ويمكن منظمة أمال من المنظمات اللي بنفتخر فيها أنه هي قدرت تعمل نموذج مهم للرعاية ببلدنا قبل ما نختم ما حضرتك اليوم كل ما بتحبي تلوجهية لكل زملائك بمنظمة أمال وأيضا لكل الأمهات والمعلمات الرعيات أنا بدني نوه بس لفكرة أنه الكادر التدريسي من منظمة أمال عنده يعني بيتمتع بصفات أهم الصبر لأنه هدول الأطفال بدون صبر والأهم من هذا كل شيء الإيمان بهذا الطفل لأنه نحنا إذا عاملنا فيه فينا نطلع كتير شغلات حلوة منه الآن بالنسبة للمعلمين والنصيحة اللي بحب أقدمه بقال لهم أنه ما تتعاملوا مع الأطفال اللي عندهم قدرات خاصة بالشفقة وتقولوا حرام وخطي وهيك لأنه هذا الشيء كأنه نحنا عم ننظر له النظرة دونية فبالتالي نحنا ما رح نقدر ناخد منه مخرجات حرام وخطي علينا مؤلون لأنه بالعكس نحنا مبدعين التمام فنحنا منعامل كل الطفل على حسب هو شو بيكون حالته يعني نحنا إذا تعاملنا معه بهذه الشفقة ما منكون نقدرنا نعمل نبني نسان مستقل فاعل عادر انه يشوق طريقه بالمستقبل إن كان أكاديميا ولا إن كان بمجال العمل منكون نحنا نحنا ما منكون فما رح يقدر يطلع يندمج بالمجتمع مثل ما هو العزم. سيدة ماري بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم وأكيد أنرتي صباحنا لليوم. شكراً كتير لكم. وابدي إليك إن شاء الله هيك على طول بتظلي صاحبتي الرسالة الثامية. والله يعطيكي ألف عافية. الله يخليك. شكراً كتير. مرسي. أما هلأ يا عفاف بدنا نروح لمحافظة حمص. اليوم طبعاً مراسلين عم ينقلونا من مكان لمكان ومن تجربة مميزة لتجربة أخرى كمان مميزة. الأم السورية تعودنا أنه هي دائماً معطاقة وكافحت خلال هذا الحرب. وقدرت أنه تحمي عائلتها وتكون سند إليها. اليوم سيدة فاطمة درغام هي من هاي النماذج. اللي كانت عم تسعى للنجاح. وأيضاً انتقلت من مدرسة فنون نسوية إلى صاحبة مشروع خاص. هاي القصة رزت لنا ياها زميلة ناشيرين العالي بحمص. بكفاحها واجتهادها تكتب المرأة السورية قصص نجاح كل يوم. وتحول الصعوبات إلى إنجازات ومشاريع تعيل من خلالها أسرتها. السيدة فاطمة درغام من حمص مدرسة فنون نسوية عشقت مهنة الخياطة منذ الصغر. ولم تتخلى عن حلمها حتى بعد أن أصبحت أمنا إلى أن استطاعت بعد سنوات تأسيس مشروع صغير. عبارة عن ورشة للخياطة والتفصيل لها ولعدد من النساء الراغبات بالعمل. بدأتي على القصة أنا كنت صغيرة كتير. نحن بالبيت ست بنات ومع الأب والأب غير الصبيان. أي شغلة تتخرب من تيابنا من لباسنا أنا بالله شعور أن يجي زبطها صلحها. صاروا يعتمدوا علي بالبيت. الماما أبداً ما بتحب الخياطة ولا بتحب شكة الإبري. وأخواتي ما بيعرفوا بالخياطة بس أنا خلقت مع هاي الشغلة وأنا اكتشفتها من طفولي. وعكبر درست فنون نسوية. لما نفت على مدرسة الفنون النسوية أنا مدرساتي كان لهم دور كبير كتير كتير بنجاحي. شجعوني كتير وكانوا مدرسات قديرات جداً. وعم يعطوا من قلب أنه أبي الوحيد العامل مقدم للبيت. فأنا صد بدي حاول أني يعيله. خيط لأخواتي الصغار. خيط إلي أخواتي الأكبر مني. واستمرت القصة هيكي. يعني حتى أنه أنا فسطان خطبته. فسطان عرسي أنا خيطتون. أنا تزوجت على صغر. وكنت لساتني طالبي. ومجرد أني أخذت البكالوريا أنا كنت متزوجي. ودرست المعهد. وكملت دراسة. وبعدين كملت التدريس. وعطيت. لأني بحب أني أعطي المادة اللي أنا عم أشتغل فيها. المهنة اللي أنا عم أتعلمت. بحب أني أعطيها وعلمها. أربي بنتي وإدرس. أربي بنتي وإبني. وأشتغل. أقدم للبيت. ظروف زوجي المادية ما كانت كثير بتساعد أن نعيش حياة ما في بيت. عموما ظروف كانت ماديا سيئة. فأنا مضطرة أني أشتغل. أقدم لبيت حتى لعين زوجي. أنا اليوم كأم ما بقدر أني أشوف ابني بحاجة طبيب. بحاجة لباس. بحاجة دراسة. وما أقدم له أعطي. وهذا الشي اللي حفزني أني أنا أشتغل وأستمر. في مشغلها الصغير وخلف ماكينات الخياطة يتخلى الوقت عن ثقله ويمضي مسرعاً عندما تقوم السيدة درغام بحياكة فساطين السهرة والزفاف بلمساتها الإبداعية المميزة. وبظروف الحرب اللي صارت هون بالبلد نحنا كنا ساكنين بحي قدرنا نتهجر ونطلع على الريف الغربي بحمص. أنا كتير الشي اللي صار كان هو بشع كتير أنه تهجرنا بس كتير كان حلو. المكان اللي أنا رحت عليه واللي شجعوني يقولوا لي اشتغلي شغلك حلو. صرت اشتغل للناس. الشغلة للناس صار يقدم لي مردود لبيتي. قدرت أني عين زوجي. قدرت أني استمر. لما لقيت ظروف مدينتنا الحلوة حمص رجعت على وضع طبيعي. حبيت أني أرجع أنا إلي ناسي وزبايني. وبالأساس أنا بنت مدينة وبحب أني أشتغل ضمن المدينة. البروكار هو أماشي صنعت في سوريا من قديم الأزمان. لبسيتها الملكي إيزابيل. لبسيتها كليو بترة. البروكار المصنوع بخيوط الدهب. أنا وقت اللي بتجيني هاي الأماشي لأشتغل فيها أنا بكون بقمة السعادة. بالبروكار أنا اشتغلت في أحد الكتير الناس الزواقين عنا هون بحمص. في عنا كتير ناس موهوبين فنان نحات. حبي يلبس هو وعروسته من قماش البروكار وأنا ساعدته بالتصميم. وأنجزناه للعمال وقمنا فيه. بروحها المحبة الخلاقة وإرادتها القوية التي علمتها الاستمرار بمهنتها. حققت السيدة درغام استقلالها المادي الذي أعالت أسرتها من خلاله. شيرين العلي الإخبارية السورية من مشغل السيدة فاطمة درغام للخياطة في حمص. أكيد بمناسبة عيد الأمة كل الأمة اليوم هي معروفة بالعطاء وهي الصفة موجودة عند الأمة القادرة على أن تقدم العطاء على طول لأبناء وكل شيء حواليها لحتى خصوصاً لحتى يقدروا هنون يطلعوا منا ويتأهلوا ويبلشوا مسار نجاحهم لحالهم. واليوم السيدة واليوم ما ضيفتنا هي أم وشريكة نجاح مع بنتها وهي أيضاً كانت ملهمة لكل سيدة اليوم بدها تبدأ أو تسعى لحتى تبدأ مشروعها الخاصة. أكيد يا عفاف عم نحكي عن ضيفة من ضيوفنا اللي خلال سنوات بدأت مشروعها الخاص وقدرت فعلاً مثل اسمه ألوان سورية أنه هي تجمع سيدات من كل المحافظات السورية ومن كل المهن اليدوية والمميزة وقدرت أنه هي تساعدهم لحتى يبدأوا خطوطهم الأولى بالنجاح وكنا نحن طبعاً شركاء معهم تعرفنا كثير على سيدات منهم وكانوا ضيوفنا بصباحنا غير. اليوم عم نحكي عن السيدة رنة طباع اللي هي أساسة بازار ألوان سورية وبنفس الوقت عن تجربتها كأم وكداعمة للمشاريع الصغيرة واليوم بصرنا مو بس تكون هي معنا وبنتها اللي هي شريكة إلى بيئة المشاريع الصغيرة وأيضاً هي بتدير معها بتنسق معها طبعاً القسم الأعمالي والتواصل بالبازار اللي نابلسي أهلاً وسهلاً فيكن. صباح الخير. صباح الخير. وأنتو بخير. صباحك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. وأنتو بخير سيدة رنة أول شيء. وأهلاً وسهلاً فيك يا لين. أهلاً فيكن. سيدة رنة اليوم عم نشوف نموذجة كثير حلوة ومميزة. الأم وبنتها شركة بالنجاح وبتحقيق هذه المشاريع. كيف كانت تجربتك مع لين كان شركة مكاملة يعني أنت بنتي وحبيبتي وعيني وروحي. بس البزنس والشغل شغل شغل. خبرين عن هذه التجربة. هلاً لين أوقات في فترات معينة أنا بتعلم منها. يعني نحنا ربينا ووصلت لمرحلة كثير أخذت وسمعت. فبحثت كثير راكسة زيادة عن اللزوم. كثير بتفهم هيك علي. فحبيبتي يعني مبسطت أنه هي معي بتقولوا سند يعني دائماً الأب سند الأخ سند. الطفل الولد سند. بحاجة تكوني معك روح منك تفهم عليكي. فكثير كنت مبسوطة أنه صارت معي حبيبة البي. أكيد. الله يخليكم لبعض وهي العلاقة الحلوة والشراكة والنجاح. بدنا نصبح حلالين ونقلا أهلا وسهلا فيكي لين. أهلا فيكي. تعودنا دائماً ستة. رينا بتجيبنا من خليني أقول المشتركات بالبازار واللي كلهم بتعاملون على أنه هنين أخواتها وشركاتها وكمان أولادها. خلينا نأخذ هيك الوجه الحقيقي للأم والشريكة بالعمال. كيف توصفين لنا هالتجربة؟ أكيد التجربة كثير 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 حلوة. يعني أنا مع ماما من وقت ما هي بلشت نصف صفر. أنا كنت معها صحي كنت أصغر بس كنت معها خطوة بخطوة وكنت شوف شو هي بتعمل. وكيف تطورت حالها كيف بلشت أول شي مع الجمعيات الخيرية. وكانت كثير تساهم بقصص كثير حلوة وإنسانية. واللي هلأ طبعا أكيد بس كمان اختارت إنه كمان طريق شغل لإله. وأنا كنت فيه من الأساس من الأول كان شي صغير وكبر. مثل ما كل هالعالم يشاركوا معنا بالبازار عم يشاركوا بمشاريع صغيرة وإن شاء الله تكبر مع الوقت. فأنا كثير كثير عن جد يعني مبسوطة كثير إنه أنا مع ماما بهذا الشي من الأول. وأكيد كنت أصغار فما كنت كثير تابع الأمور تفاصيله بس هلأ كثير اختلف الموضوع علي. سيدة رانا اليوم يمكن كل أم بتشوف بنتها هاي الطفلة المدللة اللي ما خرج أنا ما بدي حملها مسؤولية أنا ما بدي شغلها بالبيت أنا بدي تتركها دللة. كيف قدرت اليوم توسقي بقدرات لين وتعطيها هاي المسؤولية الكبيرة بمشروعك وتسلميها إياها بدون ما إنه يكون عندك مثلا وشوية خوف أو شوية حذار إنه خلص بنتي أنا بدي أعطيها المسؤولية لهذا المشروع. أول شي لين كانت عندها عمل معين. يعني كانت تشتغل ضمن المجال معين وهي من التيم اللي بلش من الصفر. فوقتها كانت أثبتت حالة تماما وحبيبتي اشتغلت من قلبك تشوفها. لين اللي مدلل كيف تفيق الصباح كيف تتحمل مسؤولية كيف تتابع بقلبها وجهدها. فهالشي كان عندي سيقة كبيرة إنه أبدو قدود. وبعدها هي اللي قالتلي أنا معك ماما. هل قطتت شوفيا مدللة ولا خلص سلمتها بيادة؟ لين دائما مدللين وهي. يتنين مدللين. قائدة مدللين. والدلال ما بس يعني الدلال هو قوة كما بيعتي. لما أنت بتعطي الطفل أو الطفلة دلال بتمناحي القوة. والشخصية القوية مو دلال المفرد. فهي دلال الحلمية كم الحنان والتقبل والمسيحة والمتابعة بأقل تفصيلة صغيرة. دائما معنا كانت عن جدية وبابا. الله يخلينا ياهم. عمين يا رب. اليوم مو بس الأم بتعطي هيك سر دائما خاص. وكل أم إلى تعبيرها الخاصة عن الحنان والحب والدلال. هي بتمنحه لبنتك. كمان البنت الشريكة اليوم كمان إلى وصفتها الخاصة. كيف تقدر تنجح. اليوم بجوز أنت تعطي رأي لشخص عند تشتغلي معه. ما في هالمشاعر في حيادية. فبتقدر تعطي رأيك بكل صراحة ما بتخاف. بينما بجوز واحد شوي مع أهله بيكون حذر. يعني ترى إذا قلت ممكن دايقهم بهالشي أو لا. شو مفاتيح النجاح بالشراكة بين الأهل؟ هلأ أنا من قتما كنت صغيرة كتير بفهم على أهلي. يعني كتير رأي. خصوصي ماما يعني كتير بنفهم أنا وياها على بعض. فمثل ما قلت لكم قبل شوي. إنه أنا معها من نصف صفر. من قبل ما أنا أصلاً أكون من التيم. فأنا معها. فأنا بعرف هي كيف تفكر وشو بتحب وشو ما بتحب. بنفس الوقت هي بتعرف أنا كيف. وعندها ثقة كبيرة فيني. والحمد لله يعني هذا الشي كتير ساعد. أكيد كتير ساعد. فما بحس ولا مرة يعني حسيت إنه في شي مثلاً سوء تفاهم بني وبينها. أو شي مثلاً أنا كان بديها هي ما بديها. الحمد لله ما بعرف هي كيف ميسرة كانت من الأول. يعني كمان ما بدنا ننسى أنه هون في عنا حالتين وجيلين مختلفين. أكيد. طبعاً. وأكيد في اختلاف وجهات النظر عن إمكاننا من خلال العمل أو نظرتكم للحياة أو نظرتكم حتى للأشخاص. يعني اليوم الأم إذا بتقول لبنتها هاي رفيقة أنا ما بدي إياها إليك. وبنتها ممكن ما تسمع منا وبعدين تكتشف أنه هي الصحلة. مية بلأ. الأم بتسألنا بلالك هذا الشخص. اللين ممكن تقولي لأمك أنه أنه كمان بلالك هذا الشخص أو كيف تكونوا تبتفقوا بوجهة النظر أو تكونوا مؤثرين بطريقة إيجابية مع هذا الاختلاف. طبعاً أكيد. يعني كتير طبيعي بين أطنا الشي. وأنا بقلا يا هي بتقوله. ودائماً إحساسنا مشترك تكون. كتير دائماً يعني أي شي بصير أنا بقلا يا. مثلاً بقولي يا ماما هيك هيك. انتبه هي بدأ يصير هيك مثلاً. هي دائماً تسمعني وبتقولي إيه معك حق بجوز إنه إيه. بنفس الوقت هي دائماً لما تقولي الشي عن أي شي بالعالم. مثل المثال الذي ذكرتي أو شي بالشغل. كمان نكتشاف بعدين أنه عنج أتلع معها حق. فهي بتأخذ مني وأنا كمان بأخذ منها. شو ترتيبك بالعائلة إليلين؟ أنا أصغر وحدة. عند إخت أكبر مني. طيب خليني أسألك أستاذة إيرانا. اليوم كمان هيك قبل ما نختم. في كثير سيدات كانوا معك هنا شركاء بهذا النجاح. وبمشروع ألوان سورية. وسيدات عطتهم الفرصة لأول مرة. ومنهم كانوا مع أخواتهم أو مع أولادهم. كانوا عم يجوا على البازار وعم يشتغلوا معاهم. هاي التجربة. شو تحبي اليوم توجهي رسالة لكل أم ولكل سيدة. سيدة عيدك. هو لما بتكوني عم تعملي شي لنفسي. انتي بتشعري الحياة كلها عيد. لأنه مو مجرد أم ربيتي وعملتي وكنت مسؤولياتك بالبيت. اللي أم لازم تعمل شي لحالة لما بيكبر أولادها. بتكون هي فخورة بحالة. قدما كان الإنجاز أو العمل صغير. بس بتحس بشعورها إرضاء للنفس. بتحس حالة إنه أنا عمل شي مليت وقتي غير تربيتي لأولادي. وبتملي وقتها بالحقيقة يعني. فبالله لأي سيدة. بس أي شي تتقنوا. أي شي تعملوا. ما تضلا قاعدة بالبيت هيك عم تتفكر بشغلات سلبية أو شي. أو ممكن تشتغل هنين مع التيم مع أولادها وعيلتها. ساعدهم بعملهم. المرأة المنجزة هي. هي كل شي. كل شي بالحالة. صحيح حلين شو بتحبيت وجيري. سعلي لكل الأمهات اليوم. مو بس لسيدة رين. أول شي كل عام وهنين بخير. ويعني عن جد لازم يحتوي لادون. متل ما ماما بيحتوينا وبابا بيحتوينا أكيد. كثير بأخذ منهم كثير أخذت منهم. وكمان أنا بأعطي. مو بس إنين بأخذوه. ولازم دايما الطرفين يكونوا هيك ومعطائين وبيحبوا بعض بيحتوه بعض. والله يخلي لنا ياهن. شكرا إليك. أكيد دا بالخطام ما بدنا نتشكر وجودكم معنا. المشال الحلو المميز والمختلف للأم وبنتها وشركاء العمل. شكرا إليك سيدي رانا الطباة. شكرا إليك. شكرا إليك. شكرا إليك. شكرا إليك. لو سهلت لكم نورت وصباحنا وين عاد عليكم بك الخير. وانتو بألف خير يا رب. شكرا إليك يا سلمة وبقي النهار حلو لإليك. وإليك كمان يا عفا. وصلنا معكم مشاهدينا لخطام برنامجنا أكيد. واليوم بعيد الأم. اليوم بعيد الأم وبعيد المعلم. أكيد بدنا نقول للأم أنت يا وجه الخير ويا كل الخير. وأنت السند وأنت الحياة وأنت حلول حياة وكل الدنيا لكل الأم ومعلمة اليوم. كونوا بخير وشكرا لإلكون. وأكيد بدنا نتشكر به المناسبة. زهرة قفطان ومجموعة رحالة تجارية على العضايات الحلوين. يلي قدمون لمزيعات صباحنا غير. وشكرا لإلكون كمان مشاهدينا. باي باي. نعاد عليك بكل خير يا عفاف وعلى والدتك. وأكيد نتمنى كمان لكل طبعا كادرنا يلي عم يشتغل. بدنا نعايد مهاتون وأيضا بدي عايد معدة حلقة صباحنا غير لليوم. هزار عبود اللي بيصادف اليوم كمان عيد ميلاد ابن الله كل عام. وأنت بخير. وعلى النمازج المميزة اللي دائما بتجتهد لحتى تكون موجودة على شاشة الإخبارية السورية. مو بس من دمشق من كل المحافظات السورية. وأكيد بدي وجه معايضة خاصة لوالدتي. وأكيد لكل الأم سورية قدرت خيلها على هذا الوقت أن هي تكون أم وأب بنفس الوقت. رغم كل الصعوبات الحياة تظلوا بألف خير. باي باي.